في أول زيارة لمسؤول رفيع من دولة جنوب السودان عقب سقوط البشير وتسلم المجلس العسكري الانتقالي للسلطة التقى رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان برئيس أركان الجيش جنوب السودان جابريال ريال المجلس أكد أن الجيش السوداني سيظل وفيا لثورة الشعب ولن يطلق رصاصة واحدة تجاهه ونؤكد هنا مرارا وتكرارا أن القوات المسلحة التي أهدت من رحب هذا الشعب الكريم ستظل وفية له ونؤكد بعدم انطلاق أي رصاصة تجاه الشعب من ناحيته أوضح جابريال حرصة بلاده والتزامها بأمن السودان وشعبه وعدم السماح بأعمال عدائية تجاهها من جانب آخر محادثات جديدة بين المجلس الانتقالي ووفد من الاتحاد الأفريقي الذي دعا إلى تشكيل حكومة مدنية وتسليمها السلطة خلال شهرين لتبدأ العمل على معالجة الوضع في السودان وإرساء نظام ديمقراطي شامل يأتي ذلك بعد يوم من جمود الحوار بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بعد اتهامات المجلس لهم بعدم الإيفاء بما تم الاتفاق عليه خصوصا فيما يتعلق بفتح الطرق في الخرطوم وإصرار الأخيرة على الاعتصام لحين تلبية مطالبها نضال النعيم العربية